اكدت الكاتبة سوسن الشاعر في مقال لها نشرته صحيفة الشرق الاوسط اكدت ان النظام القطري مقبل على مرحلة جديدة يراكم فيها خطأ جديد على جبل اخطائه السابقة وذلك بعد قيام دوريات تابعة لامن السواحل والحدود القطرية باعتراض زورقين بحرينيين النظام القطري مقبل على مرحلة جديدة يراكم فيها خطأ جديد على جبل اخطائه السابقة معتقدا انه كسب نقطة في صالحه بعد الانتخابات الامريكية وعلى هذا الاساس سيسعى للتصعيد والقيام باعمال يعتقد انها ستجفر دول التحالف على رفع المقاطعة عنه فقام باعتراض زورق امنية بحرينية في البحر قبل ايام بعد ان يأس النظام القطري من نجاحه في وقف قرار المقاطعة بعد ان استنفد كل حياله المتنوعة ومنها رفع قضايا في المحاكم الدولية ولد المنظمات الدولية وكلها باءت بالفشل ثم بعد فشله في الطلب من الادارة الامريكية الضغط على التحالف الرباعي ولم ينجح ثم حاول احداث الشرخ بين الدول الاربع وضرب الاسفين بينها باخبار مفبركة واختلاق روايات وتصيد في الماء العكر وبعد ان دفع المليارات للاعلام الامريكي للضغط على دول التحالف ثم فشل بعد هذا كله ويرى ان غضيته لم تعد ذات اهمية عند احد من الدول الاربع والكل وشغول عنها سواء من دول التحالف او المجتمع الدولي عاد كالطفل الفاسد المدلل يضرب برجله الارض من اجل ان يستعيد لعبته بالنسبة للاعمال العسكرية ضد البحرين لم تكن الاولى فالبحرين اعتادت مثل هذا التصرف منذ اكثر من عشرين عاما حين انزل النظام القطري قواته العسكرية على احدى القطع الارضية لارخبيل البحرين نهاية الثمانينات وصبرت البحرين وتغاضت حتى عندما احتفظ النظام القطري بزعماء دول مجلس التعاون كرهاء في غرفهم بالفندق في اجتماع القمة الذي عقد من اجل تحرير الكويت واصر حمد بن خليفة حينها على عدم مناقشة قضية الكويت قبل مناقشة قضية حوار حينها تنازلت البحرين وقبلت من اجل عيون الكويت بل وقبلت الذهاب للتحكيم الدولي فيما هو ملكها من اجل سلامة الكويت فعل النظام القطري حينها ما في وسعه لكسب القضية من طرق مشروعة وغير مشروعة حتى اكتشفت حادثة الوثائق المزورة الشهيرة وذلك فعل لم يسبقه احد فيه ثم حتى بعد هذا التنازل ظلت قطر تعترض الزوارق البحرينية وتحتجز البحارة البحرينيين حتى بلغ عددهم عام 2017 خمسين بحارا بحرينيا عموما نكث العهود والتعهدات فعل قطري ليس جديدا وافشال الوساطات ايضا ليس بالامر الجديد خلاصة القول بعد كل هذه التجارب اثبت النظام القطري انه لا يمكنه حتى لو اراد الانشغال بتنمية دولته والتغاضي عن الدول الاربع التي تقاطعه ولا يستطيع حتى لو احب ان يسكت اعلامه عن مهاجمتهم والانشغال بالترويج لدولته والاحتفاظ بامواله لشعبه وعدم صرفها الا في الداخل فقط لا يستطيع ان يتجاهل قرار المقاطعة ويدير ظهره لقرار هذا النظام وجوده من قبوله بالقيام بالمهمة التي اوكلت له حين انقلب على ابيه فله دور ومهمة ومسؤولية صحيح انه لا يعي معنى هذا الدور ولا يذركه ولا يفهم ابعاده لكنه مستعد لتحمل تكاليفه فالشيء الوحيد الذي يفهمه ويجيد التحدث به هو كمستعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر